أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتصحيح موضوع مقالي مركب عن جغرافية المغرب وجغرافية الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار استعداد الانتحالجي والموحد بحول الله في مادتي التاريخ والجغرافية دورة 2021 إذن أذكركم هنا أعزائي بأن وضعية تحرير موضوع مقالي في مادة الجغرافية تبقى وضعية اختبارية يعني اختيارية بمعنى أنه في المتحال الجهوي يطرح لكم موضوعان تختارون الكتابة في أحدهم إذن هنا كنذكركم أيضا بأن من شروط إنجاز أو تحرير أو كتابة مقال جغرافي إذن لا بد من الاعتمام الجانب المنهجي يعني تحرير مقدمة مناسبة، اقتراح تصميم مناسب وخاتمة مناسبة ثم أيضا إلى أهمية للجانب المعرفي من خلال اختيار وانتقال المعلومات التي تتناسب مع الموضوع المطروح وأخيرا الجانب الشكلي من خلال الاعتناء بتنظيم ورقة التحرير وكذلك الكتابة بلغة جغرافية واحترام علامات الترقيم وأيضا أن يكون الخط واضحا ومقرؤا إذن تطبيقا لهذه الخطوات وهذه الشروط إذن أقترح عليكم هذا الموضوع المقالي الذي طرح في امتحان جهوي سابق إذن ترتيبه الموضوع الثاني إذن نصد الموضوع تتخبط الموارد الطبيعية بالمجال المغربي في عدة إكرهات بينما تساهم بشكل كبير في قوة ونمو الاقتصاد الأمريكي إذن المطلوب هو تحرير موضوع مقالية تضمن ما يأتي أولا تشخيص وضعية الثروات البحرية والمعدنية والطاقية بالمغرب ثم دور المؤهلات الطبيعية في تقوية الاقتصاد الأمريكي وأخيرا أساليب تدبير الثروات البحرية والمعدنية والطاقية بالمجال المغربي إذن بعدما كنأخذ الوقت الكافي في قراءة الموضوع أكثر من مرة وفهمي عناصره الأساسية إذن كنشرعه في عمليات التعامل المنهجي مع الموضوع المقالي من خلال قراءة المقدمة الإخبارية التي ترفق بنص الموضوع وكتبقها المقدمة مهمة لما لأنها تأثير لنا الموضوع مجاليا وإشكاليا وكذلك معرفيا ثم بعد ذلك نتعرف على ما هو مطلوب من خلال قراءة التعليمات إذن المطلوب منا طبعا هو تشخيص وضعية الثروات البحرية والمعدنية والطاقية بالمجال المغربي ثم دور المؤهلات الطبيعية في قوة أو في تقوية الاقتصاد الأمريكي وأخيرا أساليب تدبير الثروات البحرية والمعدنية والطاقية بالمجال المغربي إذن خلال قراءة المقدمة الإخبارية والتعليمات يتبين لنا أن الإشكالية التي يتناولها هذا الموضوع هي إشكالية تدبير الموارد الطبيعية وأهمية الموارد الطبيعية سواء بالمجال المغربي أو في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بالنسبة للمجال الجغرافي طبعا فهو المغرب أو المجال المغربي ثم أيضا المجال الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرفنا على الإشكالية المجال الجغرافي وأيضا ما هو مطلوب إذن كنقترح واحد تصميم من مقدمة ثم طرح الإشكال بمعنى كنحول هذه المهمات أو هذه التعليمات إلى أسئلة استفهمية نجيب عنها في العرض التحليلي ثم خاتمة مناسبة عبارة عن استخلاص تقييم وامتداد إذن هكذا نتعامل مع الموضوع المقالي ولا بد كذلك أن نختار المعلومات التي تتناسب مع هذا الموضوع إذن كنشرعه أولا في تحرير المقدمة طبعا المقدمة دائما تكون عبارة عن فكرة عامة مؤثر الموضوع إشكاليا ومجاليا إذن فما يفيد هذه الصغة يتوافر المجال المغربي على مورد طبيعية متنوعة لكنها تبقى عرضة لأختار شتى أو أختار عديدة لكن بالمقابل فالثروات الطبيعية هي تعتبر من أهم مقاومات الاقتصاد الأمريكي وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الأمريكي على هذا الأساس إذن يمكن أن نطرح الأسئلة الآتية أولا ما هي وضعية الثروات البحرية والمعدينة والطاقية بالمغرب أيضا ما هو الدور الذي تتطلع به المؤهلة الطبيعية في تعزيز وتقوية الاقتصاد الأمريكي وأخيرا ما هي أساليب تدبير الثروات البحرية والمعدينة والطاقية بالمجال المغربي ونحن نقول الأساليب أو الوسائل أو التدابير والإجراءات المتخذة لتدبير الثروات البحرية والمعدنية والطاقية بالمغرب إذن في العرض التحليلي نجيب عن السؤال الأول إذن فبالنسبة للمجال المغربي فهو يطل على واجهتين الأولى بحرية أي على البحر الأبيض المتوسط شمالا والثانية هي محيطية غربا أي على المحيط الأطلسي وطولهما حوالية 3600 كم أيضا المغربي يتوفر على ثروات بحرية وسمكية هائلة ومتنوعة لكن بالمقابل فهي تتعرض لأخطار كثيرة منها الاستغلال المفرط وتلوث البيئة البحرية كذلك انقراض بعض الأصناف أو بعض الأصناف الأخرى فهي أصبحت مهددة بالانقراض هذا بالنسبة للثروات البحرية باختصار بالنسبة للموارد المعدينية فالمغرب يمتلك أكبر احتياط عالمي من الفوسفات حوالي 3-4 احتياط العالمي من الفوسفات أيضا يتوفر على معادن متنوعة وكنتذكر بعض الأمثلة كالزنغ الرصاص المنغانيز وغيرها لكن مقابل ذلك فهو يفتقر افتقارا حادا لمصادر الطاقة الأحفورية خصوصا النفط والغاز الطبيعي لذلك يضطر المغرب إلى استيراد حاجياته من الخارج ننتقل بعد ذلك للإجابة عن السؤال الثاني إذن والمتعلق بين مقاومات الطبيعية للاقتصار الأمريكي إذن الولايات المتحدة الأمريكية فهي تحضى بموقع جغرافي استراتيجي منفتح على ثلاث واجهات شرقا على المحيط الأطلانتي وغربا على المحيط الهدي وجنوبا على خليج المكسيك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تمتاز أو الأرض الأمريكية تمتاز بامتداد سهول خصبة وفسيحة كالسهول الوسطى في القسم الشرقي من البلاد أيضا التوافر على شبكة مائية كثيفة نذكر بعض الأمثلة كنعر الميسيسيبي وروافده أيضا البحيرة الخامس الكبرى في منطقة الشمال الشرقي مع الحدود الكندية ثم أيضا ثروات معدنية وطاقية نذكر منها الحديد والنفط وتلبي جزءا هاما من حاجيات الاقتصاد الأمريكي إذن ننتقل إلى الإجراءات أو التدابير أو أساليب تنمية طبعا قطاع الصيد البحري مثلا في المغرب إذن في المغرب طبعا يتخذ جملة من التدابير لتنمية قطاع الصيد البحري ونذكر بعض من هذه التدابير أو الإجراءات كإنشاء المعاد الوطني للدراسات البحرية استراتيجية اليوتيس والهدف منها هو طبعا تنمية سلاسل صيد أو سلاسل إنتاج بالنسبة للقطاع البحري وأيضا الرفع من قيمة صادرات المغرب من المنتجات البحرية وتثمين المنتجات البحرية بشكل عام أيضا المخطط الأزرق والذي يستهديف طبعا إنشاء ست محطات سياحية ساحلية لتشجيع طبعا السياحة والعمل بالراحة البيولوجية لضمان استدامة الثروات البحرية يمكن أن نضيف أيضا تطوير قطاع الطاقة والمعادن من خلال مواصلة تنقيب عن مناجم جديدة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة المغرب طبعا طموحه هو أن يلبي حوالي 42 إلى 52% محتياجات الطاقية من مصادر نظيفة من مصادر متجددة لذلك كفى المغرب استثمار في هذه الطاقات البديلة والطاقات المتجددة وكن نذكر بعض الأمثلة كمحطة نور بمدينة ورززز أيضا تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقي والمعدني وجلب الاستثمارات الأجنبية وتحسيس بأهمية ترشيد السهلاك الطاقة بالنسبة للمواطنين إذن كخاتمة أعزائي يمكن أن نقول تعتبر تنمية المستدامة بحق ركيزة أساسية لتحقيق التوازن أولا بين ضرورة النمو الاقتصادي من جهة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة أخرى لكي طبعا نستغل لها بطريقة عقلانية ونضمن استدامة الأجيال القادمة يعني الأجيال الصعيدة والمستقبلية إذن فالتنمية المستدامة هي التي تحقق لنا ذلك المعادلة الصعبة ما بين أهمية النمو الاقتصادي ولكن أيضا استدامة الموارد الطبيعية لذلك يمكن أن نطرح السؤال كامتداد إذن ما هي وضعية باقي الموارد الطبيعية بالمجال المغربي إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون حصة مفيدة وماتعة في الآن النفسية ونوفقها في تبليغ مضامن أو عناصر الأساسية طبعا إذا كانت عندكم أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها لي في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجب عنها في حيني بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته